وفي اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلميذ إلى يسوع يسألون أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل؟ ادخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن ساعة قد اقتربت وعندك سأعمل الفصح مع تلميذي ففعل التلميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك وعند المساء اتكأ مع الاثنى عشر نهض عن مائدة العشاء وخلع رداءه وأخذ منشفة لفها على وسطه ثم صب ماء في وعاء الغسلي وبدأ يغسل أقدام التلميذ ويمسحها بالمنشفة التي على وسطه فلما وصل إلى سمعان بطرس قال له سمعان يا سيد أنت تخسل قدميه؟ فأجابه يسوع أنت الآن لا تفهم ما أعمل ولكنك ستفهم فيما بعد ولكن بطرس أصر قائلا لا لا تخسل قدميه أبدا فأجابه يسوع إن كنت لأخسلك فلا يكون لك نصيب معي عندئذ قال له سمعان بطرس يا سيد لا قدميه فقط بل يدي ورأسي أيضا فقال يسوع من اختسل صار كله ناقيا ولا يحتاج إلا لغسل قدميه وأنتم أنقياء ولكن ليس كلكم فإن يسوع كان يعلم من الذي سيخونه ولذلك قال لستم كلكم أنقياء وبعدما انتهى من غسل أقدامهم أخذ رداءه واتكأ من جديد وسأله أفهمتم ما عملته لكم أنتم تدعونني معلما وسيدا وقد صدقتم فأنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم فعليكم أنتم أيضا أن يخسل بعضكم أقدام بعض فقد قدمت لكم مثالا لكي تعملوا مثل ما عملت أنا لكم شكرا لكم